نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث إلى قوله وليس وراء ذلك حبة حبة خردل من إيمان هل معناه أن الذي لا ينكر المنكر ولو معصية ليس عنده إيمان البتة أم ناقص الإيمان وليس عنده إذا لم ينكر المنكر إذا قال ما يخالف هذا لا بأس به الزنا لا بأس به السرقة لا بأس به ولا يرى أنه منكر هذا كاف مكذب لله ولرسوله فإذا استحل الحرام وحرم الحلال وقال لا بأس كله سوى ولا ينكر هذا ولا ينكر الحرام فإنه يكون كافر ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل نعم الذي يقر الذي يقر الأشياء المحرمة ويراها مباحة ويراها لا بأس بها يكون كافرا نعم نعم